أثارت التفجيرات التي شهدتها كاركوك ليلة أمس والتي خلفت قتيلا واحدا وسبعة عشر جريحا ردود أفعال متباينة ومخاوف من انهيار الأوضاع خصوصا وأنها تتزامن مع التوتر السياسي الذي تشهد المحافظة على خلفية الإشكالات التي أعقب الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة ويرى أعضاء في مجلس المحافظة أن خلايا نائمة لداعش تنتظر الوقت المناسب لزرع الخوف فيما يؤكد شيوخ عشائر على ضرورة التوافق السياسي للوصول إلى الاستقرار الأمني في المحافظة خلال الأشهر الماضية كل ما يحدث جريمة خلال 24 ساعة 48 ساعة يتم الكشف عن هؤلاء الجنات يجب الإسراع والضرب بيد من حديد ومنع هؤلاء لعادة إحياء الخلايا النائمة الذين يريدون ضرب أمن محافظة كاركوك حال الأمثل المسألة الأمنية هو التوافق السياسي في كاركوك والتطابقات السياسية والتآلف السياسي التفجيرات وهي ثلاثة استهدفت أسواقا شعبية ما تزال الجهات التي تقف وراءها مجهولة وفيما تواصل قوات مكافحة الإرهاب تحقيقاتها بهذا الخلق الأمني رفضت شرطة المحافظة الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام شهود عيان من مكان الحادث تحدثوا عن لحظات وقوع الاعتداءات فوجدنا جرحة أكثر ما يقارب 6 إلى 8 جرحة أو 7 جرحة وأغلبهم من عائلة واحدة وشفنا أضرار بالمباني المجاورة وهذا مكان الحادث الناس نقلت الجرحة نقلوا إلى المستشفيات نحن كنا نشتغل هنا بالمحل سمعنا حيث انفجار طلعنا ما نعرف شو نسال شفنا العالم ارتبائك متربكة ما نعرف شو نعني شفنا جرحة ناس فوق ناس بين السبعة بين الثمانية جريح ما نعرف شو نسال فيه مياد البياتي الضحية الشابة التي فقدت حياتها يقول أحد أقريبائها أنها خرجت للتسوق للعيد مع عائلتها كما جرحت في العملية والدتها وإحدى شقيقاتها فيما قتل والد مياد أيضا في عملية إرهابية سابقة في ليلة البارحة خرجت الفتاة ميادة الشهيدة خرجت للتسوق للعيد فاثناء رجوعهم من التسوق انفجرت عبوة أمامهم فتصوت أمها وأختها وهي فتاة مسكينة والدها كذلك شهيد الأجهزة الأمنية طوقت أماكن التفجير ومناعت وسائل الإعلام من الاقتراب منه بسبب ما قيل عن وجود عبوات أخرى سوران الدودي الحرة كاركوك